مجرد ان لا تنسى الاشتراك بالقناة للشاهدة ولا تنسى الاشتراك في الاشتراك كيف عكستها تيتي شو الأخبار كيف الحال هلا مهند هلا رجعت دبي بعد كل الفترة عشرة شهور ان ولت من جديد عشرة شهور ان ولت من جديد زي قومة حتى أبدس طبع لي شيء بمره كثير شو قصدك ان ولت من جديد تعلمت ونضيشت مره حسيت أنا كبرت عشر سنوات زيادة بشكل إيجابي أو سلبي شكل مره إيجابي صدق الله أوف أكثر إيجابية بحياتي أنا سميتها زمن الصحوة الصحوة عندي هذا زمن الصحوة الثاني اللي في حياتي مره صحيت أشياء كثيرة شو اللي الأولى؟ الأولى من جديد دبي أوكي كانت غير لأسلوب حياتك طبعا أنا يعني كنت عايش حياة الحمد لله أنا حربت يعني كثير وكنت يعني منبوذ العائلة بلاك شيب اللي يقولون بالانجليزي كنت أنا بالعربي منبوذ العائلة وعندهم بوينت ليش؟ لأن أنا من عائلة يعني ما أقول لك محافظة الحمد لله كلهم مثقفين ومدارسين وجامعين أوبن مايند وناس ما رأى حمدها عائلتي بس الحمد لله سمعتنا معروفة يعني وجدد عضو مجلس شورة سابق وبالخارجية وا وا والحمد لله ومتعودين أني رح أصير مهندس يمكن أو دكتور أو يعني كذا فأجل أطلع لهم قال لهم أبغى أصير لاعب كورة كنت لاعب كورة وكنت ساكن في جدة لابت في الاتحاد فترة الاتحاد السعودي أنت عاد ملك الكورة دي أحب الكورة فأنا مدمن إلى الآن وشوف صوت مريح من الكورة روما ويسي منها ثلاثة ثلاثة هذا منها متخلّف شيء من الكورة فمن بعد قولي إيش كورة أنت مصاحي ما لها مستقبل مين راح تزود بلا 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 كنت صغير وصلت ثلاثة ثانوي أردي كان عندي حلم أن أكون ستار ونجم ومثل بس كان طبعا شبه مستحيل بس أني أشوف بالتلفزيون وأقول الله يرتمت لأن أنا أعلم أن كنت في مستحيل وليس مستحيل كنت أشعر لا أعرف كيف أذهب هذا الطريق لا أعرف لا أستطيع أن في الخليج في أماكن تقدر تبدأ منها كنت أشعر بأن يبدأ يصبح ممثل يجب أن يبدأ يذهب برا أو شيء لأن أنا كان لفل حقي ما أريد أن أفعل شيء بس فقط أريد أن يكون لفل شوية أعلى لفل الخليجي حلو لكن لفل العربي أحسن والفل الأوروبي أحسن والأمريكي طبعا والأمريكي طبعا نحن نكون واقعين فاكتشفت بيوم وليلة أن عندي مكان قريب ديرا جنبي الكويت عندهم في أمريكي طبعا كنت أمريكي طبعا جامعة أربعة سنوات وعندما أستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن أذهب إلى أمريكا وقد كنت أستطيع أن أذهب إلى أمريكا ما؟ تمثيل؟ كوي؟ لماذا؟ أمريكا؟ ما فيه؟ هذا هو أحسن و الأمانة أنا خشيت في صراعات مع العائلة لأنه لم يكن أبون كلهم لم يكن أبون إلا أمي كبيرا كل العائلة الكريمة لم يكن أبون إلا أمي وأبوي أرد أبوي طعبان أصلا أبوي أقول لي لا لا يقول لي التبي سوي أنا كنت عايش مع أمي لأن أبوي من فصلين لكن العلاقة طيبة فقال لي أبوي أوكي أمي قالت أوكي أخواني لا أختي لا كلهم لا لأنه ليس زين التمثيل لا لأنه نخاف عليك لكن أخواني نوصم عايشين بأمريكا وأختي زوجة أمريكا وعيشها بأمريكا أصلا و الحمد لله عائلتنا وسطية لهم مرة متزمتين ولهم مرة الأبن أوبن وسطيين فكان الوصول ليس أنه ليس زين أو يفشل كان هذا النسبة مننا بس النسبة الأكبر أنه ليس للمستقبل وفعلا ما لمستقبل بالخليج التمثيل ما لمستقبل أبدا فقلت لهم اسمعوا أنا بعيش مرة واحدة وأسوي اللابي ويصير خير وركبت راسي وسويت اللابي ومن بعدها رحت الكويت من 2011 2016 2017 ست سنوات أنا في الكويت كانت أسوأ ست سنوات في حياتي مع أن أنا أسوأ ست سنوات كديرة أسوأ ست سنوات معيشيا أنا بالعكس الكويت أعز ربحي أصلا كويتين جاصم العباسي ناهدي فهد أخواني كلهم الآن كويتين إنه ليس عن كويت إنه ليس عن كويت إنه ليس عن كويت ليش؟ ما عندي فلوس ما فيه دعم العائلة كلها ضدي وفوق كده أمي يعني كانت مريحة بالها لأنني أنا رايحة أمريكا وفيه بعثة وفيه راتب وفيه راتب وراتب راتبين السعودي تعطيه راتب حلو صح فليش أنت تكنسل كل هذا وفاجأة تروح لكويت ونتبه أنت نتفع لك إيجار وردي الحمد لله الجامعة بلاش بس أنت رح نتكفل فيكين مرة ثانية وانت توقف متخرج ركبت رأسي وقلت لأمي هذا حلمي رح توقفين معي ولا وأنا ما بكت تحطيني فلوس الأوفر أنا أشوف لي أرخص شيء بالكون بعيش فيه لو سكن عمال ما عندي مشكلة لو سكنت من جد في مكان لو ريكم صورته رح تقولون هذا من جد انت ساكن فيه ما يسكن فيه حتى جيرمن شبر فسكنت فيه ست سنوات وكانت أسوأ ست سنوات للأمانة نفسيا يعني كنت من جد شفت اللي يقولك تعيش يومك بيومه كنت عايش يومي بيومه وهذا أسوأ شيء في الحياة طبعا يقولك ترى عيش اليوم كأن آخر يوم بحياتك هذه المقولة بالله وش رب ما يتحل لأنه لا تفكر أو تؤمن أنها ستصير شيء أو ما أيضا أنت ما أحسك مو إنساني فمن جد كنت مو إنسان خلصت جامعة أربع سنوات وقتها ما كنت أفكر لأن عندي جامعة شي يشغلني متى دخلت في السنين السوداء أنا تخرجت في 2014 نهايتها في 2014 و 2015 و 2016 أنا خريج عندي شهادة بس زيرو أماونت والحمد لله أنا عائلتي مرتاحة بس الموضوع مو إن أنا برجع حتى أقولهم أعطوني ولا أشغلوني وأنا أريد وظيفتي جاهزة في السعودية لأن عندي شهادة وسعودي وأكيد فيه دعم بس ما أبغى هالشي ما بأكون موظف طبيعي ما أبغى أروح داوم وأرجع عندي مدير لا 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 أنا ولدت أحس أن أبغى أصير ممثل وأبغى أن شهر بهذا المجال أو بشي مشابه له يعني لي والحمد لله صارت الصدفة اللي يعني لو أنا بس غيرت البلان في الكويت ذاك كلمة 2016 كان أنا ما شفتني حين معاك شفت إنسان صدفة في أوتيل اسم أبو خليفة وأبو حمار إماراتيين كان عندهم شغل في الكويت وقابلت معهم وأنا أعرفهم معرفة سطحية يعني هم ما شاء الله شغلين بالكويت وبزنس وشغلين مع الشيوخ وكذا يعني ناس محترمة جدا يعني 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 معاملة أخ صغير يعني يعني وتعرفت أنهم عن طريق أصحابي بالكويت وكذا صدفة يعني أنت أبو خليفة يعني ضرب معاك أنا مقادر يعني أنا قاعد أحسب إيش أكل بالليل إن دومي أو من شارع المطاعم عشان أوفر فلوس تجي تقول لي MBC مرة واحدة من وين MBC قال لي تشعودي ويدعمون وكذا وأنا صراحة يعني كنت شايل موضوع من بالي أن أروح عند الكيان هذا كيف أتوضل أم لاين شوون أكلكم من إستجرام ما أدري يعني كيف تابوني كلموني قال لي لا الموضوع مو كذا بضبطك مع واحد إنسان لديها علاقاتها وبالنهاية MBC لا ستجاملك ستجعل لك تست أنت كفو ستأخذك أنت ليس كفو لا ستأخذك كثيرا قلت لي أنت بس إرميني في هذا الست وما لك أي شيء هذا موضوع وقال لي وقال لي أتفقنا وداني ليل أوتيل في الكويت أو أدخل الغرفة في السويت أو مين قدامي زوج أحلام الشمزي الأستاذ السيد مبارك الهاجري هذا my god father هذا اللي مسكني من يدي وقال لي أنت لازم تتعدل حياتك أنا مو راضي عشوبك كده وما يعرفني ما يعرفني ما يعرفني قلت أنا 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 إنسان حد الحياتي زوج أحلام ورالي ودور أحلام ما يعرفني يسوي كل هذا وقال لي فأنا أنا أحلام لا أشيء بالموضوع لأنه كان موضوع بين الرجال ما يعرفني بس إنه هو ما شاء الله مين وزوجته مين فأقلت ممكن يساعدني بس ما كنت مؤمن من موضوع 100% للأمانة وكان يسمعني إن شاء الله أمسي عليك بالخير يا أبو محمد يا حبيب قلبي وتاج راسي هذا الإنسان جاء قال لي اسمع توصل معي بالإيميل ما عرف إيش فأنا قال لي إيميل قلت بس وقعته في الفخ أي واحد يقولك توصل معي بالإيميل هالأيام شنو يعني إنه ما راح أشوفك أنا كده أنا مو مرة متطور تقول لي إيميلات لا لا إيميل أيامها أنا يدوب أصلا عندي إنترنت بالواتساب الآن تقول لي إيميل كلمني واتساب ودق عليه قل لي إيميل أنا ما عندي إيميل أصلا عندي إيميل عشان بس عفتها على الإستقرام وناسي الباسورد فقل لي إيميل بس ما قلت له كل هذا طبعا أنا قلت لي كده قلت له هذا جاء وتوهك فيني وهذا جاء بغصب عندي أبو خليفة جاء بني غصب بيسوي فيني جميلة ما حصل ما حصل شي بعدها بيومين طبعا يومين ما كلمني شكل الموضوع رسلت أنت إيميل؟ ما رسلت إيميل طبعا حسنا قال لي أرسل إيميل قلت له أكيد أكيد وسجلتني على كلينيكس حطيتها يلا السلام سلام نزلت قلت له مخصص وأنا منشيت ركاب تاكسي ورجعت البيت ولا أرسلت إيميل ولا شيء بعدها بيومين وخليفة يكلمني ما رأي يا لش ما رسلت إيميل ريال ينتظرك أوف أقول لك شيء خذ رقم كلمة بواتساب لعبتك قال تعال تعال يا حبيبي وكلبت واتساب وقال لي أنا مسافر بعد بكرة دبي أحجز تذكرة وخذني سافر مع بعض والتذكرة كانت بألف درهم تقريبا فلاي دبي ما عندي عندي بس في سيستم في إيجار في إندومي لازم على طول الشهر 30 حبة باليوم حبتين موضوع كان عندي حسبة أنشتاين يعني لأن أنا يجيني راتب من أمي يدوب يخليني مو يمشي مو يمشي يخليني عايش تنفس أنا ما قد أشتري ملابس كنت شوپنج قسم بالله أنا ما قاعد أقول لك هالكلام لأن أنا بكسر خاطر أحد ما يهمني الحمد لله الحين أنا مر قوي بس قاعد أقول لك أنا كيف مريت وبالعكس أفتخر بهالشي الحمد لله أن ربي ما ولدني ملعقة من ذهب وكاتكوت وألمصات وحياة حلوة وروليكسات وآي بي لا 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 راح أكبر وصير تافعين مو الكل تافعين اللي كده بس راح أصير تافعين أتوقع حس أبناء السبيل شوي يندعكون أكثر فبس جاء قال لي تعال سافر وأنا متواهق حين شون بأسافر وما في إيه حق أوكي جبت التذكرة أوتيل إيش بقول لها مستحيل لو أموت أقول له ما عندي فلوس أوتيل يا تيجي منا يا أني ما راح أقول سنفسي مجنون أتكب دوبي مول لأنا والله راح يمكن أروح أوتيلة نام باللوبي لأنه ما راح أجي أقول له حجز لي غرفة بس بدأين دبرت فلوس من أصحابي اللي مر كلوز يعني وحجزت التذكرة ووصلت وصلت من المطار على دوبي مول طبعا من دوبي مول أنا عندي طقوس معه دائما مكون طفشان عيفل هومسيك بداياتي يعني كنت أروح دوبي مول لم أتمشى فيه بس كده أغير جون أكثر سوق أحبه في المارات بس دوبي مول الباقي كل ما يعني لي ما دي كده موضوع مدري كيف فكنت أروح تمشى أول ما وصلت من المطار من المطار على دوبي مول وهو أردي واصل من يوم كان ما راحنا مع بعض صار شيء راح قابلي بيوم فقال لا تنسى يوم الثلوث الميتنج أنا صبرت الاثنين واصافر للاحد شيء زيكي تتوقع بس أنا صافر قبلي فأنا وصلت وهو مشغول ما يرد بالوتساب دائما بمحمد ما يرد بالوتساب وحس بأنه يسحب عليه بس اكتشفت معا ياما أنه هو ما يسحب مسكين عنده ألف محادثة ما يشوف فيه النوع فوصلت وكلمت مرض عليه فما بي أحن عليه ماذا أفعل؟ ما عندي شيء. عندي 500 درهم. ركاب تاكسي قلت لدوباي مول. قاعد لدوباي مولا بس بدلة. معي البروفايل الحقيق. وقاعد. قاعد بالفاشن افينو قبل ما سير الفاشن افينو. عند ارماني كافي و هذولا. في كنبات قاعد هناك مروق جنبي لجانب صينيين لبنانيين. ما حداري عني. و انا قاعد الواحد يقاعد اقول احنا انت جاي من الكويت هذا لو سحب عليك و ما ارد عليك الحين. راحت لك الفلوس وتواهقت توهيقة العمر. قل لي كلمني بعد شوي. ها حبيبي وين اقول. الروح يرد. قلت لانا في دوباي مول. قل لي انا بس جاي عندي ميتن في دوباي مول. حياك. جا وقاعد مع ناس مهمين مرة. ها بقول اساميهم. الناس مهمين. قال لهم شوف كيف الانسان لما يحبك. قاعد معاهم و انا قاعد زي الاطرش في الزفا. قاعد مع ناس مشهورين بزنس مان كبار فلوس. قاعد اسمع ارقام غريبة. قاعد اقول انا اتجابني هنا. اوكي قاعدة حلوة بس شنايتها يعني. اكيد ما يدرون عن سوري عن امي. ما يدرون عني. من حقهم ما يدرون عني. لان انا جاي غريب قاعد مع امو هذا جابني عندهم. قلت يالله ان شاء الله ازعدي على خير هالقاعدة الغريبة. وانا مارا قاعد افكر فيني. قاعد افكر الفشي بنفس الوقت. فهم قصدي؟ قاعدت اقول اتهم بيسي. شلون؟ ماذا من جد؟ تسابني؟ ولا مفهم. جاء قال اعرفكم على المذيع الكبير والاعلامي مهند الحمدي. انا اطالع. اي مذيع؟ انا الحين انا. جاي تاكسي. بس ما قلت شي طبعا. عشت الدور. اعطيتهم مفاعيات. اي انا جاي عندي تجربة في ام بي سي. انا ما يدرون ان انا جاي. ورفع لي قدامهم وهم وناس. مر مهمين. كان بايمكانه يقول والله جاي يدور. وكيدا بس لانه من جد يبروزني. ومؤمن فيني. اعطاني هالبوش وقال لا انت وانت وانت وانت. وخلصنا كلام. رحت ام بي سي بعدها بيوم. قابلت الاستاذ علي جابر. العميد. ما قابلت فاستو فيس. قابلت سكرتازة. قالت لي اليوم ستسوي تست. ورح يشوف علي جابر. ورائقة. قلت يعني ما في اللغة على جابر يشوف اول مرة. خلي احد ثاني. يعني على طول. خلي احد ثاني اخي. شوية شوية. اكيد اول مرة رح يكون مو زيني يعني. قلت لي. نشوف. يعني قاعد يقولها كلام يعني. شو قاعد يقولها هذا. في بروسس معين خلص. المهم. صورت وكل شي وخلصت. وطلعت من البايلوت. وانا سويت مين بريزنتر. وصباح وخير عرب. ثقيل. مرة ثقيل. مره ثقيل. برنامج قوي. لازم تكون انت مرة قوي. وانا واثق من نفسي. بس انه لا تلت كده فجأة. والجج. لا تلت اني جج. واحد يعني. لا صورات وجولات. في رح يصيدك رح يصيدك. المهم. وصعدني. وصل لي خبر ان شو مهند حبك علي جابر. هذه نكتة. ولا شنو. نحن قلتين تمزح معي. ولا من جد. والله وجاء لي قالوا لي لا تير عجبه كده. وبعدين بيسألك سؤال انه سأل ان هم قالوا لي انه قال ان هذا اول مرة يسوي هالشي. ولا لا لانه مبين انه متمرس. كنتم لا اخريج مع احد. واتمرس على المسرح. فالكاميرا ما اخاف منها. بس اكيد لما نبايلوت وكذا الموضوع يختلف. اكيد هذا مو ادائي. قالوا لي بها الاداء نحن نقدر نقبل. من غير ما نفكري الحمد لله. وبدت الرحلة طبعا. انت خد منهج البرنامج عطيتني قصتك وانا انا بارجعك شوي. لا لا حلو. انا استمتعت. وهالسؤال كان بيه في النص. بس احنا بارجعك. فسؤال اللي ابدأ في مقابلتي. هي بصراحة مهند شيف حاله. الحين اليوم. انا اليوم. ليس لازم شرط قصدي اليوم الصبح. يعني قصدي. هالمرحلة في حياتك الحين. انا الحين. بصراحة. انحنا نقل لي شو انت قلت لي انا اياي اليوم. بس انت قلت لي اياي اليوم ابا افتح. انا قلتها قبل اللقاء ويحن بقولك اياه بتسجيل. انا جاي اللقاء عندك. ومبسوط مية في المية. لان انا ادري راح يشوفون مهند الحقيقي مليار في المية. ما في تكلف. ما في اسئلة نمطية. ما في شون عندك اعمال جاية. وشو بتسوي. اسئلة اللي الناس شبعوا منها. وطفشوا منها. ويعرفوها عبر السوشال ميديا. ما راح يقدروا يعرفوا كل شيء زي ما عارفونا الحين منك. ان في محاور جيد وممتاز زيك. شكرا. وانت برنامجك ما يحتاجت. يعني انا انا اتجيبها كلها لقجوري. فانا افتخر ان اكون من ضمن هالأسماء. وانحنا بنستمتع نسمع قصتك. انا مستمتع ترى انا اسمع. انا بلع راديو. فاني عادي اللقاء يطلع سبع ساعات. كيف كده؟ نضيف السؤال الاول بصراحة. كيف حالك؟ كيف حالي؟ 2020 بها الشهر بها اليوم. سوبر مرتاح. ليش؟ نفسيا. ليش تقول. وعاطفيا. لا 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 اتفكر عاطفيا شي. هم بيفكروا ما انا لا. كيف هو ما يشغل. انا هندي عاطفين اموري. كل شي مرتاح. طبعا ما ديني للحيم هو مرتاح مرة. كان شغل نفسي. وطبعا نجاح اكيد zero. لان رايح ينتوني بادي. ولكن مرتاح ان انا على الاقل على الاقل على الاقل. ما صرت اعتمد على امي. اللي فرمتها. فرمتها. انا اصغر العيال اخر العنقود. واخر العنقود دائما دلوع. فانا وانا صغير. استغليت الكرت. لا ما استغليت. امي كيفي اشتبوا امي. زي. ما اخذ منكم شي. سواء عائلة سواء اصحاب سواء مجتمع. ما احد له عندي شي. امي موافقة. اوكي كاتب موافقة مرات بالقهر. كنت انا مجنوني. بس الحمدلله جا اليوم اللي انا اقدر احاول اعوضها. اوكي. طفولتك كيف? بالحارة بالشارع. لعب كورة. فتيت. اشوت باليسار. نلعب يوم من الايام. كلمني يوم من الايام تلعب عشان اصابات. تعبت. حتى لو تجي بس تتفرج وانتو اصحابك موجودين. قل لي اذا في حدد ناقص كلمين. لا لا انا لعب كورة صاني على العاب خطير. طارق التايب. استاج سعودي. نزيل. فقفولتك؟ لعب كورة. مد من كورة. ما عرفوا شي في الحال الا كورة. وشوية فن و هوليوود. و تارنتينو و ديكابريو وهدول اللي احبهم. و علاقتك مع امك ابوك؟ سوبر تمام. لينتهم؟. ابوي ما اقدر اكون علاقتي مع عمود تمام. لان هو اصلا انسان مره طيب. و انا ما عايش معه. لان انفصلوا و انا صغير. و كبرت و هما علاقتهم تمام. بس ما نفصلين. فسو بيس يعني. بس انا عايش مع امي. فأمي خلاص ما اخذ معطي معها و حافظها. و ابوي اشوفها كل فترة. فلما اشوفها ما في اختلافات اصلا. ما في خلاف لان اشوفها زيارات. و ديكي يعني. و المدرسة؟. المدرسة يقول الله اكره المدرسة. مره محب المدرسة. مدح المدرسة. ايه لا انا محب المدرسة. ستيف جوبس كان اي شخصية. اي شخصية كنت في المدرسة؟ هل شخصية معروفة؟ محبوبة؟ ممبوذة؟ اوه لا محبوب طبعا الحمد لله. و مره مسالم. بس عندي العرق المشكلة شوي. مثل. ان انا ادسك على طرف. مول ان انا كيوت و تشوفني كذا يعني. يشوفوني مرات يمكن ان انا كيوتة و مسوي فيها. لا 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 يغرك. في واحد ثاني ولد حارة. محترم. ما رح يسكتن حقه. ضرائب يعني. اي. ضرائب. بس ضرائب مو ضرائب. مو ناركوس. ضرائب. ضرائب على قطة يعني. انت قلت كانت في فترة سودة. في الكويت. شوف. عطيك السيناريو مختصر. كان امي ترسل لي فلوس. امي ترسل لي اياها. اقود على السريرة تربع على طول. طبعا هي ورقات تنعد على الأصابعين. كلها هنا. شوية. تنعد. هذا الإيجاد. هذا المت. يبقى لي مبلغ ينصرف في يوم. بقسم على ثلاثين يوم. انت وجبة تروح فيها تاكل في زومة ولا شابرياني الحين. انت لوحدك. هذي سعرها احسبها على ثلاثين يوم. ما رح تقع تحيش. فاشن. مش كنت أسوي. أول شي. ما كنت حسبها على ثلاثين يوم. كنت حسبها على أربعة وعشرين وخمسة وعشرين يوم. كنت أقول آخر خمسة ستة أيام. إلغيهم. كأن الشهر خمسة وعشرين يوم. قلت لي طيب كيف؟ طيب آخر خمسة ستة أيام كيف؟ أقول لهم وقتها يحلى ألف حلال. ما رح يموت من الجوع. لأن إذا طولتها رح يقلل عدد اليومي في الصرف. فهمت قصدي؟ صح صح. فأنا كنت حسبها على خمسة وعشرين يوم. أقسمها. أنزل البقالة. أشتري اثنين اندومي على مرتين على خمسة وعشرين يوم. كنت أكل بس اندومي. الحمد لله ما مت. كنت أكل بس كل يوم اندومي. نودلز كل يوم. نودلز كل يوم. إذا بنوع أروح شار المطاعم أطلب ثلاثل. لأنه برضو رخيص. نودلز. تخيل؟ وبالعكس ترى أنا في ناس يحسبوني حين أنه بدأ من الصفر مسكين. لا لا ماني مسكين. أنا أبدا ممسكين. أنا مرة قوي. الحمد لله واصل كذا. والوحدي. والذين يدعموني شافوني صدفة. والله راسلهم لي. ولازم أنا أصير كذا. وقبل ما أطلع من السعودية 2010 كاس العالم اللي أخذتها إسبانيا. إن يستع كنت أيامها. كراوي. بعد كاس العالم قلت لهم اسمعوا. أنا مسافر. أشوفكم. لا أعلم متى. لكن أنا أسأل عنك كطفل. أنت إياي من بيت. أربع أخوان. ثلاث أخوان وأخت. محمد مهاء مشعل مهند. محمد مدمن سيارات. ملك السيارات. ما شاء الله. بدأ مع فلكسواجن طبيعي. بدأين مدير معرب. بدأين بورش. بدأين مرسيدس. الآن مدير ما شاء الله ما أدري إيش في لامبرغيني. الآن هو قوي. ما شاء الله. لأنه يحب السيارات. من هو صغير. وسوى اللي أبي. عشان كده أنا أحب أخوي مرة. وبرضو ما أختي. حبيبتي طبعا. إنسانة كأنها. لا. ليس سيارات الخليجي. البنات الموديل والميكوب واللبس. لا لا. بونيتيل لا تعمل تحط ميكوب. لا تعمل تحط ميكوب. يا دوب كحالتين. و أمريكاً سيارات. ممكن أن أقول لها يا أخي. لا نفسك شوية. خليك شوية. عادي يعني وروح يسوي. حطي ميكوب. حطي لبسي لبسي حلو. ما يعني لها. تسوي بس بمناسبات. كل يوم شغل 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 شغل. كده فهم؟ بس اللي فهمت منك مهند أن أنت في رام. بعدين مشعل سوري مشعل. لا ننسى واحد. برضو حبقرينو. أنا سمي أينشتاين الأسرة. لأن مادة المفضلة الأخ رياضيات. وأنا مادتي المفضلة في الكره رياضيات. اللي هي سببت لعقدة في المدرسة. اللي أنا أقولها كده بصريحة العبارة. كلمت المدرس قلت لي يرحم والديك نجحني. رياضيات قلت جننني. أنا جد ولا أظل ما أعرفها. تقول لي قص تربيع هذه الأشياء أنا أشوفها فانتازية. بس. نزيم. بس اللي فهمت. أن أنت كنت رابي بيت. ناس مثقفة. نقدر نقول في. حرين في أراء. لا ما تكلم عن هذا. تكلم عن كخليجيين ياسمشون في دروب معتاد عليها. كمهندس أو شي شي. ما معنى مهند متمرد؟ أبا ستوا يلاعي الكورة بس العائلة تبقى محامي تبقى مهندس تبقى دكتور. ما في إجابة لأن الله كتبني كذا. كيف أنت مخك يابس كان على هالنقطة؟ مع أن كل حد تقول ضدك إلا أمك ويمكن شوي أبوك. لأن أنا نولدت وربي حط لي هالعقلية. ربي قال لي أنت راح أحط لك عقلية أنك تبقى تصير لعب وتبقى تصير فنان. وراح أخليك تمسكهم بإيذين يكون أجلينك. بس أنت استسلمت على الكورة؟ ما استسلمت. أنا موضوعي مع الكورة. أقول لك يا عادي. أنا كنت لعب نادي الاتحاد فترة بسيطة ما كملت في البراعم. رحت نادي اسمها نادي شمس في حياة زهرة في جدة. مو نادي يعني يلعب الدوري. نادي خاص. وكانوا أيامه يا الله وحبايبي أحمد عباس يدرب في الزمالك. نادي يعني أهلي. نادي خاص بس مش يلعب الدوري السعودي بس في لعبين حواري جدة يجون ويطلع ناس. فأنا كنت ألعب هناك وخلاص. مقرر أني أنا أكبر نفسي. وأيامها كنت مفكر يا جي ألعب في الإمارات. كان يجو ناس يلعبون في الإمارات ويجو ناس يروحون يلعبون في قطر وما أدري إيش. وكنت أفكر أنا أبو أحترف في الخليج. خلاص. أنا في السعودي مرح أقدر ألعب لأنه كانت أيامها في الدوري السعودي صعبة. لأنه كان الموضوع شوي فيه. كان الموضوع جنسية جواز. لا لا أنا سعودي الحمد لله أبنا عن جنس. لا لا لا. كان موضوع. واسطات. دول السعودي تدري يعني كل صراحة أقوى دوري بالخليج. أنا أشوفه بالوطن العربي. منذ الصغر. أنا متابع جيد. أتابع الدوري الصوماني معدي مشكلة. أنا أحب الكورة مرة يعني. ما أشوف كورة أتنرفس. لازم أشوف من برة. فحسيت الواسط ما مشت. في الاتحاد للأسف ما أتقول لأسامي مدربين حتى يدربوني وأخوانهم يلعبون فريق أول. ما كان يخلوني أكمل يعني. مقتلين على أي طريق يعني. فقلت لا خلص لازم أطلع. طلعت. رحت الخريطيات في قطر. ستة شهور. دقها لي أخوي محمد. قال لي أقسم بالله. لأن أنا رحت ثانية ثانية. بقي لي ثانية وتخرج من المدرسة. وأمي قلت لي أوكي روح المكان الصيفية. قلت لي روح وارجع ويصير خير. قلت لي ما راح أرجع. أنا راح أوقع لأن يبوني معهم خلاص بحسكر وكذا. قلت لي ما في مدرسة خلاص. والمجد قلت لي ما في مدرسة. فأمي سلكت لي. ورمت الحمل عن الأخوي الكبير. وأخوي الكبير زمان. أنا صغير كأنه هو لي ربيني. لأن ما في أبوي. إن أبوي كان تعبان. وأخوي معنا في البيت. فأخوي رعب. فأنا من يوصل أي موضوع يا أخي محمد. خط أحمر. لو إيش. لو بروح القمر ناسا. بقول لا. قلت لي قسم بالله لو ما تيجي بكرة. وتكانسل الخرابيط اللي قاعد تسويها. راح يجيك شيء ما يزرق. وقال لي أنا أنا وي. الحمد لله أشكرك أنه قلت لي إياها. وما قال لي إياها ما قاعدش كان صار يعني. لازم كني أقول لي إياها. لازم أرجع. لازم أكمل تحنوية. كنت صغير طايش. بس ألعب كرة. حطني في أي مكان ألعب كرة. هذا غلط. يمكن ما استمر. حتى النادي اللي رحت أبون. والنادي ذاك الزود. ما كنت متشور. ما كنت حارف. بس ألعب كرة. ما سألتم عن الفلوس. ما سألتم عن الراتب حتى تخيل. بس كده. بس ألعب. بس ألعب. بس ألعب. بس ألعب. بس ألعب. فكان في خطورة. عشان كده جاء قال لي. لو ما رجعت. لا تلومين لنفسك. رجعت على تقول. كملت ثانوية. وغسنا هذه. تغيرت أفكاري. إلى التمثيل. إلي قلت لا 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 أنا. أمثل. أعلامي. I love this. برامج. I love to do this stuff. وانا تحس. لو حديا قال. هل تحس أنت الناس تركز عليك، تتكلم عن شكلك، وسيم شكل كده، بس لحظة أخير، دعني أكمل النقطة، هل تحس أن يومنا مركزين على الشكل؟ طبعاً لازم يركزون، لنسون العقل وينسون الشخصية؟ حسناً، دعني أنت برنامج غريل، أجاوبك غريل، الناس لدينا أمراض نفسية كثيرة، هناك ناس تكرهك من غير السبب، وأنت عارف هذا الشيء، فما أهم ما أنا زويت، لو أنا بكرة أمثل مع ليناردو ديكابريو، والمخرج تارنتينو، سيقول لي، لك شكلك، هناك ناس كده، بواهد، وما عندي مشكلة، دعوهم كده لهم بكرة، دائماً تتابعني وتزيدني، شكراً، هيترز، 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 دائماً يكونوا مؤثرين أكثر، لأن متابعك، ما تدري إيش هدفها، بحقد، غيرة، مرض نفسي، ضغط أهل، مقدر يكون مكانك، مليون سبب، وأكيد عنده إيشو، ليش؟ لأنه مستحيل، مستحيل إنسان طبيعي، مثقف، عنده عقل، متربي، مستحيل أدخل على أحد أن أتاكم، عشان والله قاعد تتميلح، ولا أنت مسوي نفسك حلو، ولا أنت مقدر يؤشه، هذا كله خربيط، إذا أنت قاعد تتهمي بهذه الأشياء، ومن جد مؤمن فيها، فشكراً على التخلف اللي أنت فيه، لأن أنا ما أشوفك، ما تعني لي، أنا أريد أحد يقول لي كلامي أثر فيني، يستفزني، إنه أف، والله إنه يوجد أثر فيني، أنا نادر أنه مثقف، لكن عندما يقول لي أنت مسوي فيها جميل، أقول لي إيه جميل، وأنا ملك زماني، اشتبي، أذيتك بشي، خط منك فلوس، خط منك، قلت لك تعطني سلف، اشتبي، إيه جميل، إيه جميل، اشتبيني أرد عليك لما تقول لي كده، اشتبيني أرد عليك، هذا يحسن الرد، تعرف، ما أدري من أنت صار، وصار لي أكثر عن مرة، حد يا قال لي، أنت ما شاء الله وسيم، دقوا على فكرة، سوري، أنا ما أحب أقول عن نفسي كده، بس أقسم بالله العظيم، ما أشوف نفسي جميل، ما أشوف نفسي واو، وسيم المهند التركي، أو البطيخ بوراك، لا 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 لا، ما أشوف نفسي كده، أشوف نفسي، تمام، مهتم بنفسي، بس جمال، لا لا، أحتاج أشياء كثيرة لأصير مرحله، بس أؤمن أن في ناس كثير يشوفوني جميل، وشكرا يا رب أنت خليت كده، ما عندي مشكلة، وأنا أصبط نفسي كمان، ما عندي مشكلة، ليش؟ لأن هذا فادني، خلاني مذيع، خلاني مثقّة في زيادة، فتح لي مجالات، فتح لي مليون شيء، واشتغلت عليه وأثبتت نفسي، ولو ما أثبت نفسي، ما كان أنا أسبو خارج لأقال لي أبي سوي معك مقابلة، ما كان أستفى الزيتك، عشان تعرف مني أكثر، لأن أنت بالنهاية ما تريد تجيب مونا لكي تفعل شو؟ لا أبداً، أدري، أنت موش اسمه، أنت عارف، فإن الموضوع سو سيمبل، بس إذا أنت فيك عقد نفسية، أنا مو ذنبي، أنا ما راح أقول لك حياتي من أيت وزيد عشان تقتنم عشان تحبني، ما راح أقول لك والله أنا كنت فقير وأنا وأنا وأنا، لا لا لا، مو لازم أقول لك أصلاً، وأنا قاعد أقول لها الكلام لأن أنا هذا أنا، أنا لو بكرة أصير وزير، راح أكون زي ما أنا، وما راح أقول لها الكلام استشراف، أو إنه واهو، إنه سو كايند، لا، أنا لا كايند، وأنا ماني كويس، بس هذا أنا، أنا لو بكرة ينزل في حسابي أقسم بالله عشرة مليار درهم، كده كاش، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، إنه راح أكون زي ما أنا، وراح أروح دبائم ولا وتمشى زي ما أنا، ما تقدر تقول شي، لين ما تكون في الموقف؟ صدقني راح أكون شي، نزل لي عشرة مليار وشوف، راح أكون شي، خاطني واحدة، لا، لا، بس من جد، أنا زي ما أنا، والدليل الحمد لله أنا أملك الحين روز رايز، وعندي بيت إيجارة حق عشر سنوات من الستيديو اللي كنت ساكن فيه، والحمد لله أموري ما أقول لك سرط غني، بس الحمد لله جاءتني أستفيد لأن I live only live once، فشترت سيارة أحلامي، وبيت العمر جبتها إيجار، إن شاء الله سون بحاول أشتغل عليه ملك لأن ما عندي بيت ملك، وأنا قبل ست سبع سنوات كنت أكل ندومي عشان أقدر أعيش، فأنا لو كنت أقدر أتغير، كان ببكاني حين أن أتغير وأسوي نفسي كازانوفا. لا، النقطة اللي كنت بأقول لك مخند، إن هالشخص، ما أتذكر، واحدة قالت، قلت ما أدرك المسيج، والله ما أعرشه، مذاكرتي ترى ضعيفة، قالت لي، أنت ما شاء الله وسيم، فردي كان شكرا، قالت لي، أوه، يعني أنت تعرف أنك وسيم، قلت له أنا مبغبي، يعني أنا ما أقول أنا جميل، ولا أقول أنا كريه، أنا أقول شاكلي مرتب، أنا أشوف عمري سبعة من عشرة، خلنا نقول، وش يعني لو أنا أشوف عمري سبعة من عشرة؟ أنا أعرفي ثمانية وفي تسعة وفي عشرة، لو شوف نفسك مليون من عشرة الموضوع، هي ما عيبها، مم ما أقول ما عيبها، يمكن استغربت أن أنا مرتاح من نفسي، قلت له يوم أنت أنا أقول لك ما شاء الله عليك أنت وسيم، تقول لي شكرا، أنت عارف شو ما أحب، يوم حد يقول لك، يوم حد يقول لك، يوم حد يقول لك، لا لا أنت بس تفكر، لا بس ذوقك، والله من عيونك، أنا مم بوايد حلو، أنت تعرف أنك حلو، أنت يا شخص، يا ابن، أنت عارف أنت جميلة، قل لي أنا جميلة، الحمد لله، الله رزقني جمال، أنا جليلة، أنا جميلة، أنا جميل، أنا اهتمت بنفسي زيادة، سويت أكستراز، أنا بالنهاية عارف أنا مين، ولا عمري طلعت وقلت أنا جميل، أنا أنا، عمري نطقت، لو نطقت يا أخي تعال، يعني أهجم علي وسبني، لا أعني مشكلة، لأن هذا من جد يعني يمكن نقص لما أطلع أقول زي كذا، بس تجي تقول لي أنت مساني نفسك جميل، وتقول لي ما أعرف إيش، وأنا ما قيل شيء، وتبيني أنا قولك لا، لا، ليس كيفك، زي أنت قاعد تقول له هذه اللي قلت لك أنت جميل، لقد قلت لها شكرا، شكرا، ترى أنا ما أحب أقول لك كلنا بس بقول لك آيها، مليون أحد يقول لي أنت ما شاء الله، أو ما شاء الله أيضا أنت جميل، أقسم بلن فكرة إجابتك، شكرا، أطلع عافية، ما أعرف أن أقول هى شيء، أقول أفع، أنا جميل؟ جميل، شكرا جزيلا، أعلم أنني ذلك و لا أستظر، لا أقول أنني ليس جميل، لا، الحمد لله، مرتاح، أستطيع أن أقول أنني مرتاح من شكل بعد شيء قلت، قلت الذي ينتقدك، قرأتها بالإنجليزي و ثاني مرة يمكن أن أعيدها في البرنامج يقول لك الذي أنجح منك لا ينتقدك، الذي دائما ينتقدك أفشل، فالشخص الذي يالس في البيت لا مشهر، أحين بشرح لك، لا بس مفهوم النجاح، هذا شيء ثاني مفهوم النجاح هذا، حد يمكن مواصل مدير تنفيذي بس عنده إحساس بالنقص، ما يحب أن أنت تحصل لايكات من بنات، مقهور طب هذا، هذا ما نقدر نقول لك، هذا هو مفهوم دعنا نعدل الجملة، الشخص الذي مرتاح من نفسه ينتقدك، الشخص الذي مرتاح من نفسه إن شاء الله شغاله في سيفر ماركت هذا ما ينتقدك، هذا مرتاح، هو مرتاح من نفسه، أنت تعرف مهند وأكيد أنت مريت في الأشياء، بتحصله حتى بين الأصدقاء كم مرة؟ كم مرة كنت مع صديق يفرح لك بس في عشرة في لمية أنت تعرف من مفرحات؟ كم مرة؟ تحس في هالنسبة صغيرة، وفي شخص يفرح لك أكثر عن ما أنت تفرح لنفسك أنت تنجز، تقول حصل جائزة، أنت تقول لي ترى أنا حصل جائزة، يفرح لك أكثر، أنت تقول خيبة، أنت ليش ما استانس؟ ألقيت، شنا هو اللي يفاز، وفي شخص اللي يصفك لك بس مو بحرارة هل تعرف ماذا قصد؟ سأقول لك شيء، أعطتني كيو حلو عندها دفعت بيروت، لماذا أولدت من جديد فيها أقول لك؟ طبعاً أخليك جانب لبنان، أنا أريد أن أقوم بعمل لبنان كامل لأن... عشر شهور قتلي أنا لبنان أذهب من عشر سنين، كم مرحة هذه المرة كم مرحة، كم مرحة، أنا لبناني، أنا لبناني، أنا لبناني، أرى لا، ليس لبناني حقيقي، لبناني، روحياً أنا صرت أعشق لبنان، أموت فيها من كل نواحيها قرصادية، شعب، سياسة، كل شيء أحب فيها ديرة عظيمة، شعب عظيم، أموت فيهم من غير مجاملة، من غير مزايدة، من غير البروبوغاندا والكذب فعلاً إحساس داخلي وأموت فيه دعاً بصراحة عندنا هني يكمل وقريباً رح تعرف ليش أن أنا موت فيهم برضو عندي، أموت زوج واحدة اللبنانية؟ لا، مش خط فلبنان، تعرف متى عرفت أن الصدق لها روح من شعبها؟ اللبنانيين اللي يالسين هني؟ مادي في اللبنانية، لم أقعد جابلكم، ما بس نورك شيش يعني؟ كلكم مولعينها؟ تعرف؟ ما أنا بخائل ها؟ تعرف؟ الروح كيف متعلقين في بلادهم على قد الأزمات، على قد المصاعب، كيف؟ مو أزمات، مو أزمات، مو أزمة، انفجارات، مرفأ، وللحين يقولوا لا يا حبيبي شو بدك؟ قاعدين يعني قاعدين؟ لا لا لا، أنا كلاماً ما راح أسكت أنا عرفت، حتى مثل مصريين يعني كلاماً يعني كلاماً لا لا لا، أنا ماشر الكت كت، هذا سياسة أوفر يعيش يموتون، يموتون، حتى أي مصري يتكلمه، حتى اللي هو مبعائشة في مصر وايد عندهم، ولا 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 لا لا، أنت ممستوعب، أنا روحت أماكن، يعني أنا كنت أروح هزا تورس ليش؟ وكنت ما أمبسط، لأنه كنت للأسف زي الخليجين ربعنا اللي روحون داونتاون، داونتاون، معرف إيش، الجبل هذا الصخرة لا يا حبيبي لبنان في جونيا وبترون وبحمدون يا الله، وإيش فيها قد ذكروني، وجونيا وبحمدون وبرمانا وعلي خلاص، أثبت النقطة، لكن كنت تقول لي كيف لعبة الدور هالفترة خصوصاً هذه كيف لعبة الدور؟ أنا أقول لك، أنا دخلت دفعة بيروت، عندي باور مطبعي، الحمد الله واصل كنت مرحلة، سلام داخلي، للحين ما صوت النقزة لأبيها، بس مبسوط أسوي دفعة القاهرة، بداية النجاح، مع أعظم تيم بالعالم، المخرج العظيم، أوجهها لتحية، أبو حيدر، علي العلي، حبيبي، وأخوي، ورقوله بعدها، انطلقت بمهند، اللي هو يبغى يسوي، أنا أوكي، أبغى أسوي برامج في MBC، وأنا لولا الله، ثم صباح الخير يا عرب، صباح الخير يا عرب، صباح الخير يا عرب، كل المدرأ اللي مروا عليه ما بيذكر رسامي، لأن كلهم مع عيني وراسي، هذا البرنامج اللي خلاني كده قال لي، تعال، يلا، روح، عيش، هو، انطلقت منه يعني، لولا الله، وثم MBC، أنا ما كان صرت مهذا الحمدي، شكرا لكم أنتم دعمتوني، وبالعكس أنا بنهاي ولدكم، والحمد لله أنا أحسن أن أستحق هذا الشيء، فأنا دهين رحت صباح الخير، دعونا لن نشغل فيه، الأفضل، ما بيأخذك ترب بعيد، أنا لما سويت دفعة للقاهرة، سويت الفريم، وانت فاهم، انت فنان، سويت الفريم اللي أنا أبغاه، وانا ذا الحمدي طلع بالفريم، مو الفريم الخليجي النمطي، طلع بالفريم العربي الحلو المصري الجبار، شفت دفعة القاهرة كيف ضرب، أول مشهد قدام يوم كل ثوم، كسرت الدنيا، مو أنا كسرت الدنيا، أنا بمساعدة العظماء اللي معاي، ومدينة الإنتاجو في مصر، وش تعب أكثر من كذا، ضربت، اشتغلت، وكونت حلقات داخل، داخل، شوفها حينينا نروح، نروح الموضوع السيء، بس سيء، بس علمني، وخلأني رجال أكثر، تعرفت هاي ناس، والناس هذول، نصهم، كانوا كلوز، والنص هذا، كلوز، إن عدوا على صابع ليدة الوحدة، في منهم ناس كنت أنا أشوفهم، زي أخوي مشعلوا أكثر، إن أخوي مشعل ما أشوفه، ما أشوفه، يعني كثر، أشوفه، الناس هذي، وكنت مرة مؤمن فيهم، يعني، يعني والله، إن هو اللي راح يدعمني ويخليني أصير في هوليوود، بحكم إن استقبال كان حار، بحكم إن كل ما يقعد معاي يقول لي كلام، يوديك؟ يوديني مكان بعيد، كنت أوف، تواند من زمان، مرت الأيام، خلصنا، سويت بعد مسلسل جمال، وخذ أعلى مشاهدة في تاريخ شاهد، ولله الحمد، السي في كامل ما أطلني دعا؟ كامل كامل، لأن أنا أصلا كامل، بل مشوار قلي، سوري، بس أنا مشواري ترى ينعذي على أصابع، أربعة وثلسل سلاك شاب، وصيد بدر، والحين دفعة بيروت، أنا رعي خلاص، مروك، أبو صوي فن، زمان كنت للحين لخبط، صوي فن، ونفس التيم، تقريبا، أصارت المصائب، اكتشفت أن اللي كان يقول لي أنت من لحمي ودمي، كان يقول من وراي أن وشي بذلكم بارس، سوي لي فيها، وكان يعني هذا أقل شيء، يعني فيه أشياء هيصير طوت 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 عندك لين بكرة، عاد يقول، لا لا، كان يحسسني بالعربي أن أنا زبالة، لم يحسسني قدامي، من وراي، من وراي، وأنا كنت ما أصدق، يعني لا 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 لا، كيف هالشخص؟ مستحيل الشخص؟ لا، من سنتين أعرفه من سنة ومس، وما سويت لشيء، وهو أصلا ما شاء الله يعني، يجب باور، شي خاصة فيني، شي خاصة فيني، يعني مو باور باور باور، بس أنه عندك فلوس، مرتاح، يعني وعندك حياتك، فما سأتعارض معك في شيء أتوقع، بس للأسف طلعي غار مني، وأنا لما سمعت الموضوع وضحكت أنه كيف تغار من واحد أنا أشوف أنه بالعكس أنت أنجح مني، يعني سمهاو، مو أنجح أنجح، بس أنه أنت أكبر مني أول شيء بالعمر، وثاني شيء أنت ما شاء الله مرتاح مديا، وفنياً أنت كويس، وكل شيء تمام، طيب، لماذا أنت أتعارضني؟ لا أعلم لماذا، والله، وأنا والله العظيم، الله يشهد عليه، عمري بحياتي لا جبتها بالزين ولا بالشين، وجبتها بس بالزين، فما أدري ليش، اكتشفت أني غار، بس قلت لا، لا يجب أن يغار مني، ماذا يغار من إيش؟ لم أقرأت أنا أبي، أو أقرأت أول ستريت، أقرأت مسلسلات زي زيك، ممكن أن نجمت بسرعة، حبوني، حطت بالبال أن هذا المدعوم، هذا السعودي، ما أيضاً، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، فاكتشفت وتأكدت وشفت بعيني أن قائل الكلام، وعندي أكدورك طبعاً بعد اللقاء، قائل الكلام، لا لا من جد، وكيف حسيت؟ كيف عرفت؟ تأثرت مرة، لخبط، أكيد صراحة، وضعت، والحمد لله، تعدلت الأمور، صارت الصحوة، زمن الصحوة سميناها، صحوة مغنج، من وقتها صارت الصحوة، صرت متشورة أكثر، وهذا طبعاً كانت في بداية دفعة بيروت، تونا ما قلنا بسم الله، صارت مشاكل كثيرة، ووقفنا تصوير، ولله الحمد، كملنا، لأن هذا العمل، لا تستطيع أن تخلى عنه، الذي تخلى هو خسران، ولو لا تخلى عنه، والحمد لله أنا لم تخلى، لو تخليت، كان ضعت، حقاً، وكان هناك ناس يسعون أن أتخلى عنه، ويقولون لي تخلى، 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 نلاحظ مخي، كانوا يضعوني بكمين، كمين، خرافي، أن أنا أطلع في وجه المدفع، أن من فركش العمل مهند، وأنا مسكين، وقاعد بالغرفة الوحدي، ما أدري وأن الله قاطني، بس مستني يقولون لي عندك تصوير، ويأتي يدقون عني بيبان، يفتحون بيبان، يقولون لي يلا، متى تثبت نفسك، وأنا أؤمن في هذا الإنسان، فهذا هو حقاً، تتشجع، بس بعدين جاني واحد، ما أقول اسمه، قال لي مهند، أنت بدأت تسوي غلط، وهذا الإنسان أنا أؤمن فيه، هو أؤمن فيه من زمان مرة، وهو أصلاً من الناس اللي وقفوا معي، في MBC، قال لي مهند، ماذا يحدث؟ هل هناك مزاعة لك؟ لا يوجد شيء، أنا أرجع خايف، مين مزاعة لك؟ لا أحد، قال لي، لماذا نسمع؟ لا، لا يوجد شيء، فانحلت الأمور الحمد لله، وعيت، أنا، لا أنا معصومة، وعتذرت، وعترفت أن، لا لا لا، أنا شاري العمل، أنا مقلل من أجري، تقريباً 60-70% من أجري، اللي أستحقها، اللي أخذها بالسوق، لأنني شاري العمل، العمل إنتاج MBC، Eagle Film، Joy، كتابة هيبا مشاري حمادة، إخراج علي العلي، كاست حلو، مين يتخلى عن كل هذا؟ تفهمني، مين يتخلى عن كل هذا؟ لا، فالحمد لله سوينا، وشوف الحين الفيتباك، قاعد رجع الرجل، قاعد أشوف، فريم، أبغى أشوفه من زمان، الحمد لله، فريم، أوروبي، بيكي بلايندر، من زين، تحس الشهرة، ولا أنك وسيم نقمة؟ طبعاً لا، تحب الشهرة؟ لا لا، على الفكرة أنا مغرورة شوية، أدري أن أنا جميل، بس في الوقت، أدري فيه أحلى مني، حقاً، وبالنهاية هذا جمال نسبي، يمكن واحدة تشوفني أجمل واحد في الكون، واحدة تشوفني أسعى واحد في الكون، الاثنين مايفرقون عندي، لأن بالنهاية أنا باكت تشوفين شكلي، وباكت تشوفيني أنا كمهند، مين؟ إذا راح تحبين بس شكلي، طوز فيكي، إذا راح تحبيني مهند وشكلي، وتعرفيني من جد، في، يس بيز، تحس شايف؟ لو أحد قالي شايف نفسك، تحس شايف نفسك؟ مو شايف نفسي، إنه مغرور، لأنه، ماعرف كيف أصبح مغرور، والله ماعرف، ومن جد أنا محب أقول هالأمور، بس أنا مجد معك يصبح مغرور، يعني أنا اليوم، أغسل سيارتي، شفت ستوري حقي، والله، شي صار صوت صوت صوت، واحد أكتب لي كوميد، قعد أغسل سيارتي، بشارع الخيل، محطة، وقعد أغسلها، وعلى أبونا روز رايز، وأنا قاعد أكل كيف سي، على الرصيف جنب السيارة، لأنه ما في، ما بدخل الجو ملوع الأكل، في الويتنج، أغسلها، تمت قصدي، فأنا قاعد على الرصيف، وصورت عادي، فأنا تقول لي محند عندك روز رايز، وقاعد كده أخي فشلة، لا لا مو فشلة، عادي، يعني، وين الغلط؟ بس تعرف محند، أنت واحد ديت، ما كنت معروف، ما كان عندك فلوس، كنت أكل إندومي، كنت تسعى، بس وين الغلط، أنه أنا أكل بالرصيف، وأنا عند روز رايز، يعني النقطة، النقطة، خواكين فنيك سوري، كان ما أخذ أوسكار أفضل فيلم بالعالم، مسوي الجوكر، مسوي الجوكر، بعد هيت لجر، وما أخذ أوسكار أفضل، ممثل في العالم، خلص، أخذ حبيبته، مديوزوشته، وراح قاعد في الرصيف، وأكل بيتزا، وحط الجائزة تحت، أنا مو قاعد أقلدها، ولكن أنا قاعد يعني، يا أخي، أنا أحس هذا يريحني والله، لا، النقطة اللي سأسألك، أه، أنت في شيء ثاني، أوكي، أنت واحد ياثمن، نقدر نقول، نمط حياة بسيط، مو بسيط، سوداوي، هي، في الكويت، أنه على الحافة، بس عشان تسعى للشيء اللي أنت تخلق، بعدين مرة واحدة حصلت، بديت تحصل، مو مرة واحدة، حتى في دبي، لا لا، دبي، في فترة ألعم الكويت، لأن دبي ما شاء الله، الحلو فيها كمان، أن من كثرة تنظيمها، خلاص، كالكوليشن، الفاتورة كذا، الهذا كذا، الديوة كذا، الاكتريسيتي كذا، ما أعرف أيش كذا، والراتب كان يدوب، يكفي الحاجة، فأنا، الاندومي كان ما أعرف دبي برضو شوية، أي والله، هل يوم بعد ما وصلت، إن شاء الله خمس سنين، أو ثلاث سنين، أو عشر سنين، هل انقلاب هذا، اللي يستوي للإنسان، اللي كان غصب يشتري حتى يمكن ما يقدر يشتري ثياب اللي يحبها، بعدين مرة واحدة يقدر يشتري عشرة، لا، ثياب هذه، ما في أنساها، بعدين يوصل مرحلة يقدر يشتري عشرة، يقدر يشتري سيارة، لا الحمد لله، يعني، لا لا، لا لا، والسوشال ميديا، مرة واحدة، الناس بدأت تحبني شوي شوي، طبعا، وتمدحني، انت حليه، وانت وسيم، ما يغرق، ما يوصل، عشان أنت إنسان آخر شيء، يا أخي ما أدري، ممكن ما أدري، ربعك بيعرفون، ربعك اللي يعرفون، ربعك، شيهري، حسون، ما يقولون، مغاليا هذول أخواني، ما حابق آخر لا تغير، ما أبي أنساء أحد ما هدي شباب، هذول اللي م mujer 24 ساعة معاي، 24 ساعة، 24 ساعة، ويا در غامدي، ولا أناساه حبيبي، هذول الساعة معاي، 24 ساعة معاي من 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 دل أزل ما تغير ولا رح يتغيروا، إلا الآن يشوفوني، المهند اللي يلقين نفسي نجم، ماذا تقدم في الحياة؟ لبعيد مرة أو حاليا؟ ماذا أضافتك؟ أبغى أوصل مرحلة أسألك بدقة أكثر شو غايتك؟ شو هدفت في الحياة؟ توقف من النجوم الخضر وكيفر لغيف من النجوم Doom أنا أحEN علي الناس أنا أحب العمل إنه موضوع GR. موضوع? فل how could you choose for your job بالعبان؟ علم زلا هناك موضوع فلن أنت عامل nuevo بإغ autor فتبقى تقدم محتوى يسعد؟ الناس يسعدهم مو أن ينبسطوا عادي أسوي الشيء حزين الحزن الجميل أسوي درامة حلوة وأثر الناس خليم يبكوا بس لما يبكوا مو يبكوا أنه زعلانين يبكوا أنه oh my god he did a good thing فأنا أتمنى أوصل للمرحلة خليم يقولوا كيف صارت سينما يشوفوا فيلم وكلهم يسويحون راح أحس أنه أنا أسعد واحد في الكرة أرضية أني صيحت اللي في السينما نحن نصيح الكثير من الناس في الغرفة طريق غليلين واحد الاثنينة نحجب 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 هذا هو الأولي والأولي 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 هو أن الله أكرمني وخلاني أن الله أكرمني إن شاء الله وخلاني مليونير أتمنى أني أروح ما أحب أقول كده بس أتمنى أن أروح كده أدعم يونيسيف ولا ما أدري مين فيه منظمات ما أنا أروح أدعمهم بفلوسي لا لا أنا أروح أعطيهم بنفسي لأن أنا ما أؤمن بالمنظمات الخيرية أني أعطيهم فلوس ويجمعهم عندهم بالمول ما أدري الفلوس من راح سؤري ما احترامي للمنظمات كلها لأن عمري ما أدري ما أدري أن أروح بالضبط أحب أن الفلوس أنا بنفسي كده أخذها بشنطة يالله يا شباب نروح وين اليوم أفريقيا اللي سويها الشيكيري هذا مكان ما في موية يالله دو دو يرجوب وأنا أشتغل معه أحب أتمنى أسوي كده مو والله شوفوا أنا مقاعد أسوي لك أنا أنجلين رجولي بس الرجال لا لا أنا أحب أسوي كده أستمتع مو عشان الناس برضو عشان نفسي يمتعني هالشي شوف أشياء غريبة في الحياة ما قد تتوقع أن من جد فيه ناس كده عايشين يعني معقولة فيه ناس مقاعدة تأخذ شاور ماذا دعوة؟ عشرين عشرين يا رجل شنو ما تأخذ تشاور يعني يخلي شاوري يخلي منا في تأخذ شاور عندك تشرب موية نظيفة تروح تبشي ساعتين وترجع ساعتين وموية ما تنشرب أجيب لك مهند أنا كنت أربع لا ثلاث سنين أشتغل مع مؤسسة محمد بن راشد يسمى دبي العطاء فكنت مسؤولة عن بنجلادش يمن جزر القمر لا 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 تقولي كده نقطة ضحفة هذه في مباررة الشيخ محمد بن راشد فهذا كان الموضوع فكان يعني يتعلم من أكثر الوظائف التي تعلمت منها ولي أحط أن هالناس الذين نحن نحن نحس بالحزن لهم هم أسعد عنها مباررة الشيخ محمد الأخيرة اللي فاز فيها الأخيرة اللي قبل الأخيرة اللي فاز فيها هو واحد إماراتي الفلاسي فلاسي عرفتها؟ عرفتي واحد شف كنت أنا أظن في الحفل هو عائلة تحت حرمت كنتوي حرمت السيرياء علاج مستشفى في الهوب ميكرس كان سوى شيء هذا لو أشوفه الفلاسي يقول لي أنت من أنت؟ فينا سبحان الله أتمنى بس طبعا مو الحين أدوبي بس أتمنى يكون عندي كده شيء ما أفكر أن أنا أرمي وأخاف عليه الفلوس لأن أنا سأفعلها كده كرياتيب أتمنى أبسط الأشياء مهند ليس لازم تتريينها ليس لازم يكون غيني طبعا أبسط الأشياء قاعدة تسويها ولم أحب أقولها الحمد لله بيني وبين ربي لأنها بسيطة بس الأشياء متكون عظيمة لا ليس عشان شو أوف لأن أحمد الشقيري أو أنت أو الفلاسي أو لا يعمل هذه الأشياء ويوررونها للعالم أو شيوخنا شيخ محمد بن راشد يسوي مبادرة إنسانية ويدعم ناس ويبني بيوت ومستشفيات هو يسوي هذا الشيء عشان الناس تستوعب أن يا جماعة الخير هذا الشيء حلو وصحي أنه إحنا لما تشوف هذا الشيء إدتنج حلو، مونتير حلو قادي يصمم لك الشي يبين لك أنا بوزيتف واي إن في الناس اللي حين فيها خير هذا يأثر عليك إيجابياً ولا أنا غلطان؟ أحمد الأحمد الشيقيري من أحد الناس اللي أنا اعتبره قدوات بالوطن العربي بناني فكرياً أحمد الشيقيري أكثر واحد مطلوب حق البرنامج يا حبيبي يا الشيقيري أنا أموت فيك هذا الإنسان من أنا صغير رباني فكرياً راح اليابان راح مدري وين راح مدري وين راح وراني أشياء صحيح في طريقة جداً ومو قاعد هو ليس مطلوب أسامي ولا جنسية ولا مذهب ولا 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 لأنه إنساني صحيح فهذا الشي عظيم وأنا ما أقدر أكون جزء منه لأنه صعب بس إذا قدرت يوم الأيام لأنه أكون جزء منه ليش لا؟ يا حبيبي أتمنى وراح أروح الركض بس الأشياء الصغيرة اللي تقول عنها أنا يعني بيني وبينك أقولها ما عندي مشكلة بس ما أحب أقول إلي أنها صغيرة تحس خسرت خصوصيتك وحريتك؟ يا خسرتها يضايقها الشيء؟ وبقول شيء لا تقطعها أنا ما أقطع أصلاً إن أنا يا أخي يمكن أن أصبح أشياء بنظر الناس غلط بس مو قاعد أصورها بالسوشيال ميديا مو قاعد أصورها بالإسناب والإنستجرام أشياء الغلط النفسي مضرة لي أنا ما هي مضرة مضرة بس هم يشوفونها مضرة مثلاً أنا طالع مع خطيبتي أنا مو خاطب بس إن أقول خطيبتي مو خطيبتي مع واحدة أنا أحبها أوكي؟ بالعربي صديقتك حبيبتك حبيبتي بالمختصر يلا أنا أحب يا عاتي حبيبتي تصوروني أوه مهند مع بنت مع بنت يعني أكون بأكون مع رجال حكيت بأكون مع بنت يعني أنت مو متقبل أن أنا أكون مع بنت لأن أنت تشوف أن هذا حرام تشوف هذا غلط تشوف هذا كذا على عيني وراسي أنا مو شريف روما بس لا تجد تصوري لأن أول شيء أول شيء ما رح يفرق عندي أنا أطالع معهم مكان public أصلا تفهم قصدي؟ ثاني شيء أن استبي أعسوا شيء غلط أذيتك صورت بالعام استفزتك لا برو لا برو فايل لا كي بس تحس الموضوع طلعك خارج السيطرة الناس مهووسة تبقى تعرف منه صديقتك طبعا مهووسة في ناس أعوذ بالله في ناس مجنين سايكوباث أنا في البحث وصلي وصلت لي صورة حتى بالإنجليزي كمو بس بالعربي إن كده كده مهند شيء يلا زين عندي صور انتشرت زي حسن جميل وريانا وكده بالعكس خلوكم بابرازي كبروني زيادة ما عندك مشكلة طبعا ما عندي مشكلة مو قاعد أسوي شيء غلط قاعد أطلع مع وحدة أحبها أبغى تزوجها أنت إش دخلك فيني لا جد جد فاهمني أنت إش دخلك فيني ما في شيء ما عندك ولا 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 عذر تتكلمني من الدين؟ لا الدين مو كده دين تصورني؟ لو أنت مجد من الدين تعال قل لي يا ابن الحلال لا لماذا تفعل هكذا فناقشني face to face تجي تصورني؟ الشيخ ما في ذا شيخ ما ما راح صور راح يجي ينصح بس لس لس تصورني أنا مو زعلان بس لا تصورني وتستشرك وتصوري في نفسك أن أنت لا 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 تصورني وراح تصورني وراح تشوفني وراح تشوفني مو بس إذا مع بنت ولا ما لا 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 حتشوفني في أماكن أنت محابها راح تشوفني أنت بسهرات محابها راح تشوفني في أماكن أنت تشوف أنها مو زينة بس أنا مرة أحبها كيفك؟ take it or leave it لأن it's legal ومو غلط وفي قانون وفي أي system machine عليه نحن مو بغابة صح ولا لا والحمد لله نحن في مكان مرة في حفظ لل بس أنا اللي صورك هذا أشهار يعني تقدر تؤدي حتى محكمة بالضبط فأنت في مكان في قانون وفي كل شي إذا تشوفني أنا غلط راح تشتكي علي إذا هم شافوا أنه غلط راح يمسكوه بس راح يقولك أنتش شايفه مع معتها طيب وبعدين استبي هم راح يقولك تستبي فمو شي غلط مو كيفك أنت تغلطها ولا تصححها عشان أنت والله قناعتك الشخصية مو عاجبك مو عاجبك وروح عيش في كوكبك الثاني ووضوعك ينرفزك يعني طبيعا ما ينرفزني يضحكني في البداية كان ينرفزني لأنه خصوصية بس لما شفت أن لأن أنا مشهور وأنا حاب الشهرة ما راح أوخر عن الشهرة عشان كم واحد جزء من اللعبة في الله تأخذني صوروني وراح أطلع أماكن عامة بعد عشان إيش؟ عشان يصير الشهور مرتين أقوى بعد يلا والله زي ما كنت أروح أماكن برايفيت الحين لا يلا بابلك سبيل المثال بول لا ما راح أروح ببرايفيت راح أروح بابلك شوية يلا تبي تصور صور والله العظيم هالصورة اللي شفت اي 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 انا ليش قاد أقول لك كده لفيت معاك عشان هالصورة مو كيف أحد يقول اشي تسوي ما تسوي أنا قد إنها غلط وأنا قد إنها صح وإذا غلط مو أنت يا غريب تجي تقولي وإذا يا غريب تجي تبي تقولي تقولي ياها باحترام لأن أنا ما قلت من احترامك وغصبا عنك تحترمني لأن أنا ما قلت من احترامك انتهى بس سيكو. ASDAT أة أي نفكرت تزوج ي Cer Lif von نsey ولا تشعر صغير قلت لك عشرة أشهارة ببيرود يكن بس هنا لا 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 لا.. نعم لا تربط المعجم لا تربط لا إن كان جنسية خاصة تبدوっていう أحد من أكثر بيرود هذي فالصحوة حتى من ناحية الحب قل Oh كرجل لا لا ليست فنية تحسب صحوتي أنا بس فنية ما فهمت أفنية أنا فهمت كالإنسان خلتني إنسان أن ولدت من جديد يا رجل بلاه سوي زوم طلع لي والله ما عندي شيب أنا طلع لي شيب مرة كثير فولورز يدرون لي من صورة من قريب بس ما راح يبينين كثيرا مصوي سشوار ومغطي عندي مرة شيب كثير شايف أشوفي أنا ما أكثر بديت أنا أكثر عنك انت ما شاء الله حيول الشيبك انت شيب الطليان هذا تسعة ثلاثين انت سبع عشرين صح تسعة ثلاثين عمرك اهه؟ ماشاء الله لا تطلب عمرك لهذا راح يعطونك عين لا ميم ماشاء الله نعمة جينات الواجه ماشاء الله ممبين والله permits عبالي ثلاثين وحته wannains rectiven قرر حسنين تسعة ثلاثين؟ كيف انت تحت الأربعين؟ إن شاء الله مميبين فأهي ليس ما تشعر أنك صغير لتتزوج الجيد. لا لا لسعر وصلت للمرحلة تشعرها أحتاجها لأستقرار ليس أن أنا فقط أتزوج في شخص إن شاء الله لا أنا لا أعرف من الشخص أكيد لا يهمني أكيد أكيد لن أقول بيني وبينك عادي لن يسأل أفلام وصلت مرحلة تحس هالإنسانة تضيف لحياتي أنا إنسان ليس مؤمن بالزواج أبدا أبدا وما عندي ثقة بأحد أبدا بالزواج صحيح العبارة وشايلة من مخي لأن أنا بركز على حياتي أبغى أعيش ما أقدر أعيش واحدة معي وبالنهاي أنا أبدا وأدري اللي بتعيش معي تكون نفسها فكيري بس أستل أنا رجال لازم أنا اللي أدلعها أنا أصرف عليها مو أصرف عليها أصرف عليها بالمعنى معنى ربعنا إن أنا أخليها ست بيت ويطبخ لي لا لا أصرف عليها أيبين إن أنا أقدر يعني على الأقل بعد ملانها أدلعها وأنا إنسان أحب عندي جانب ورستقراطي شوية أحب كده أسوي أشياء فخمة فهم قصدي؟ فإذا أنا ما أقدر أدلعها مرة بلاها ما أبغى أحب خلني أنا أدلع نفسي أنا بنفسي على قدي بس أكون ماسك واحدة معي وأنا مقادر أسوي اللي أنا في بالي رح أموت حتى لو هي ما تبي أنا ما أشوفها مو بكافك أنا أسوي الشيء وأسويه بالضواح بعدما عندنا هذه المرحلة لحني أنا ما أعطي شون أقول لك ياها ما أحد رأي فهمني بس حين في شخص يفهمك أنا أقول لك ياه في ناس ممكن يفهموني وفي ناس ممكن يضحون عشاني وفي ناس ضحوا عشاني بس أنا ما قدر أكمل معاهم لأن سيستمهم غلط بنظري لا السيستمهم ما يناسبك أنت كان يناسبني بس بعدين شفت لونغ تيرب لا راح أظلمك وراح أظلمني صح فكتت عشان إيش؟ عشان تسوي الصح والصح أن لازم أنت تروح مع الشخص اللي أنت كنت بيه أنت متحمس سوري سوري في حد في بانك طبعا في حد كلا الله بحد بس يعني قريبة تفكر بتسويها خلاص وصلت المرحلة أنا مخليها تأخذ راحتها لأن هي كانت تعرفني من زمان شافت المشوار آزا برو بعد مرة أحسن والله تبدونك أصدقاء أحسن أنا لا كنت أؤمن بها شي هي اللي دورت راسك يعني شنو أنا كانت قريبة، ليس في دوامي، قريبة من دوامي فما قدرت وأعطيت أحساس البرو، وهي كانت كانت أتوقع مخطوبة أو شيء كذلك، وإذا اكتشفت فأنا قلت لا خلاص، راح فأنا قلت، قال لي سيلي سير، هذا كلام متى؟ قلت لا ثلاث سنوات، الآن صلى الله عليه وسلم اعترفت وقلت لا اسمعي، واحد منها ثلاث سنوات كلها والموقف كلها، لأنا أعرفها عنك، وأعرف ديتيلز أعرف كل شيء في حياتها، كل شيء، كل شيء طلعت أنت السايكو؟ شخصية تيو هذه قلت لا اسمعي، والله العظيم قلت لها أنا حين بقول لك شيء، طبعا هي جاي هوا، لاتس جو، لا لا، ما عارفة قلت لها بقول لك شيء، بقولها ولا تطالعين فيني، بقولها وبمشي قلت لي شو؟ أه قلت شو؟ مو شو إن اللي يعاري شو إنه لا تحبها، ولا تبقى؟ لا أنا قلت شو باللهجة إنه فضحت نفسي، لا تنزلونا، قلت الله، المهم أنا قلت لها أنا ثلاثة نواة تعرفك، أنا الشخصية التي كنت تتعرفيني فيها، أنا الآن أتجرد منها الشخصية، أطلع من جلدي هذا، كذبت عليك كذبة بيضة أنا لا أراك هذا سيستر، أنا أراك هذا الراحل، أنت بارتنر، اللين يوم القيامة؟ الله يساعدكم هذا. لا 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 ما الله يساعدنا. قططني نظرة. ما استنست. معي بها هي ممتعودة. لا ممتعودة. أصلا قالت لي انك مريض انت. شكاعدت تقول. كنا ندخل. انا حسد كف. كف. كنت عارف اننا رحين قال كده. نعرف من ثلاثة حقا كده. مينة. لا لا لا. انت برو. اشتبي. لا تخرب العلاقة. لا تخرب العلاقة. كده قالت لي بالضبط. قالت لي لا تقرب هذه. لا تقرب هذه. سبيتها وقفلت. انا قلتها. انا قلتها. انا قلتها انا قلتها. هل تعرف ماذا؟ فقط اتركها حسنا؟ هل تشفتها و قلتها ولا التليفون؟ لا تليفون مقدسة وجهها لأن وقتها كيف أقولها فيس تو فيس ما رح عارف فعرفنا أن البنت ما كان في لبنان سوينا حين تكتب نعم جات بعدين فقالت لي شو بدي رد عليك؟ أنا قلت اللي فتحت للدنيا حسنا المهم خسار الموضوع والله شوف النصيحة الوحيدة أن كل شيء بالوقت يبين طبعا تجارب و خبرات الوقت مثل الزقاء نعرفهم شركاء شركاء في الحياة إن شاء الله بس خلص إن شاء الله إن شاء الله همه نزين يلا نلخص عمر 1一 час 1 13 يلا وي فنشد نزين تخاف من شو؟ الخذلان أو الخذلان إنني أكون متعشنة بشخص وفجأة يسي ما يسير الموضوع وجربته في حياتك نعم لذلك ربما أعتقد في كارما ما يتحدث في حياتك ربما أنا برضو ممعصوم يمكن أن أصبحت الأشياء فشلا لكن الحمد لله خلاص صفيت الحسابات لهين صار الوقت اللي أنا سوي اللي أنا أبغى أفضل لحظة في حياتك الحين الحين؟ لأن هنا راح تشوف اللقاء و راح تحبني مرة زيادة مقروم نعم السؤال اللي أحبب حياتي؟ أيام الجامعة صعبة ها قانت؟ كان عندك أصدقاء هالوقت؟ مرة كثير بس أصدقاء يساولوني أصدقاء ما رايش يساولوني ووضعهم زي وضع طلبة وكذا عادي ما رايش يساولوني يساعدوني نفسك أصدقاء رجالين ندمان على شيء؟ نعم أذيت الناس أو كيف تقول أذيت الناس يا رمهند؟ لا لا ما أقول كيف أذيت الناس لأن أنا مرة أحسب صدق لا 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 لا؟ كلم فاضي فمما أقرحتك على واحد في ساتة أنا أذيتك ، أدري لكن أذيتك في طريقة جيد انت تفيد قصدي؟ ألم أن يقول من أن أذيت الناس أن أذيتهم أن أذيتهم في طريقة جيدة يجب أن أعيهم أنها ليست جيد تعمل لكن أنا لا أستطيع أن أقولها أستطيع أن أخفِي أنت تشغل الخليجي لا إذا أعشم أنا لم أعشم أبدا انا اذا بعشم اكون قدما لماذا لا تصارح تقول انا لا اشوف فيه مستقبل مرات تحزن يعني ما تقدر لان انت رجال وتدري انه بالنهاية اللي قدامك ممكن انكسر وراح انكسر وراح انكسر وانا راح انكسر فما تبي تعطيها تضجها كده خلاص خلي حسها من نفسها من زين يا الوالدة في كلمة لانا تدري ليش لانا لا لا بس دقيقة بس بقول شيء لان لازم الواحد يمكن يمر بهذه الأشياء من ناس زيئة ومن غيري لانا هذه الحياة بالنهاية انا ما اقدر اخذ قرار عشان بس مراعاة للشعور احد وهذا القرار راح يخرب حياتنا وياه بس القرار عشان يحفظ المشاعر مؤقت تهمت قصدي؟ وليش اني ما عرفت من البداية انه مو هذا شيء صح لان انا مو ما اعلم الغيب ايه الوقت يبين ويوم يبين ضروري لتاني يكون صريح فهي السؤال احس الوالدة عندك ما اعطيناها حقها فالوالدة في كلمة امي ماذا اقول لها اطيب واحدة بالكرة الارضية ماذا انها امي لان هي اول مرة راح اقولها في الحياة لا سوشال ميديا ولا احد يعرفها بس ما راح اقول كل شيء انا امي عندها شوية كده اشياء نفسية تتعبها مرة بمرحلة بحياتها مرة تعبانة امي عندك امي عندك في الخيار امي عندك انت شو اسم الوالدة? معطني انت Solid اعم طريقة بخري اسمها رواطف مسويLIها تا تو ترى اسمها انا ا coilsا ا انا انصدمت قد ارجعها اخر اي اياا هذه و خايف انها تصبري و بسئلة 70 مرأة اقول ليش سوت كذا عشانية الكرفة صدمتني بالرد كنت ت ωضر قacerها اول مرأة بصول تا توفي أنا أمي مرة تعبت أحراتي أنت تعبت؟ مرة لماذا؟ قلت صغير وأبغى أوصل إلا أبغى والعائلة كلها لا تبغاني أوصل إلا أبغى أنا قد وصلت إلا أبغى وصرت أنا بدل ما يتعطيني راتب أنا أحبيها راتب وأنا أعدالها إن شاء الله وأنا أعدالها وهي ليست محتاجة الحمد لله عائلاتنا مرتاحة بس كده أنا ما تكون عندي فهمت قصدي؟ فاستل أنت ما تعمل كل هذا وين كنت وين صرت؟ استل يطلع ناس يقول الله ما يدري عن أم ما أنتوا ما كنت تدري عني أنتوا اللي ما بيقول أسامي ولا أخصت أصرف كاتجوري مين هم بس أنتوا ما كنت تدرون عني وحياتي فلاحادي يتكلمني أنا حيو أقرأ الرجلي أسوي لأبي وأنا مسؤول عن أمي وأنا حاطت بايو بالإنستجرام من يوم أتأسس الإنستجرام وما أشيله ووصلت لأبي البايو حطيتها كتبتها وأنا أعمل ندومي وإلى الآن ما شلتها الحمد لله فنفس الخط ونفس الفونت هو من ما سح ما تعدل؟ أنا أقرأ لأجعل أبي ما يعني أنا أقرأ؟ مو أنا أمثل عليها أنا أخذها بعمق أنا أقرأ أنا أحب التمثيل أجيب فلوس من التمثيل أعطيكي وأي أقرأ بالحقيقة عشان لا بايد أنك ضعفي وأن أنا لا أكل هوا فجاء اليوم اللي أنا أقرأ في الحياة الحقيقة لأي أعطيك أنني أحب أنا أقرأ في أشياء وشياء الحمد لله أنا أحصل على أهل وأنني أعطيك ومبسوط والحياة تبشي صح فيا بس 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 من جد الفاضي يعمل آبي يختاره لك لشيان متحت الأرض فعشان كذا إرضاء الناس غير لا تدرك دائما أعيد الجملة لا لا أستطيع أن تدرك استغفر الله الحظيم مين أنا عشان الكل يتفق عليه فمين أنا عشان يأتي العالم يتفق عليه والناس مقاربة يتفق عليه بالطقاق اللي بيفهمني صح رح يفهمني صح واللي بيفهمني غلط رح يفهمني غلط وأنا والله بارت البوكة هذا ما كيفك بس لا تعرض كثير بالله لأن أنا دائما أنتقد الناس بس لا يقول هذا الكلمة تضع الباكة أنا أعتقد الناس يلي بك باللقاءة غلطان لا لا ما أحب للأسف عندنا شعب خليجي مرات ليس الأغلب عندنا الناس يفهمونك أنه يفهمونك أنه يفهمني شوف والله موضوع موهند موهند أنا الكتاب ليس أقراه حالياً كل الكتاب عن vulnerability vulnerability بالعربي ما بالضعف لا ضعف غلط هش 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 أن أنت تبين شعورك يعني مثلاً دائماً أعيد القصة والدي مايد ما أدري شو استوى وكان يصيح قلت له خلك ريال لا صيح وفي نفس الثاني وقفت قلت ليش أنا أقول له ليش أربط البكاء بالرجولة بالرجولة شي خصة كل حد يبكي قلت لي بالعكس المفروض أقول له أنت ريال عشانك الشجاع أنك تبين مشاعرك فأنا حين ألف الموضوع وأعكسه عليه قلتها ما يكون عندك شي ضد البكاء يا أخي لو أنت تحسست لا ترى على الفكر أنا دمعتي بعيني أنا أي فيلم أشوفه وأنا أعطيك أنت آخر شيء عشان شيء فأنا ساعركم وإنه لا أنا في أفلام معينة أحب أشوفها قبل منام عشان أبكي أقسم بالله أقول لك في عندي جانب شوية سايكو بس أحبها يعني مثلاً شون بن عنده فيلم أيام سام شفته ألف مرة أحب بس أشوفه عشان أبكي خلاص لأن الفيلم يخلينا أنهار ليش يوم سألتك عن والدها الله يحفظها حزنتك لأنها للحين 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 ما دلعتها مصبوط مصبوح عليه مثلاً أبغى دلع أبغى أعيش معي في دبي أبغى أجيبها هنا أبغى أجيب لها كده في مكان تسكن فيه أبغى أدلعها ما أقول لك الخطة كاملة يا بس تسندت إيزي بس حبة 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 أكيد حبة وراح تصير وأذكرك ويكون عندها شوفير وراح يصير موضوع وايد تردني حظنك لها أهم عنها عن الشوفير لا 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 مهم برضو هذا مهم وراح أسويه بإذن الله لأنها تحتاج خلاص حين مرة كبيرة بغى ترتاعة ما جوابني ما بغى تفكر بالفلوس ما جوابني خالتي في كلمة أمك شفيها في كلمة أنت قل لي هي في كلمة شو أمي مسكينة مسكينة ليش اخترت هالكلمة مسكينة أمي مرة طيبة مسكينة مرة أي أحد يعرف أمي اللي بيشوفهم اللقاء يعرفون أمي شخصيا أول كلمة يقولون أوه عواطف مسكينة حبيبتنا طيبة 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 ما عليش أقولك مو المرأة العملية وتشتغل وشركات لا 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 الستة البيت اللي ما أحب أشوفها كده أبغى تكون قوية أبغى تكون ايرون ليدي للأسف أبغى تكون مريل ستريب كده تتضارب مع الناس بالعكس أتمنى لأن أنا إنسان حار ومشكلجي أبغى أمي تكون كده أنا أبغى أنا دائما أقول لأمي يا أخي ليش تكون كده أنت مرأة سوري أنا مرأة تتضارب معه مو مرأة كثير أنا ليش تساوين زي كده ترى هذا تساوينا مو حلو تتضارب يتضارب يتسبي الناس إيه عادي بس ثلاثين كده مرأة مرأة بزيادة تحزني مو حلو بس خلاص أم حبها مثل ما هي مايكروسوفت حبها مثل ما هي طبعا أنا مبغى تتغير لا 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 أنا مبغى تتغير أنا أبغى أنا أعرف أنت حبا لا تتحميها بس خلاص أنا الحمد لله مؤمن جدا وأقول ربي يعني سواها كده هو وربي أدري نحتاج الناس مثلها بعد صح يمكن تقول مرات يمكن السادجة في بعض المواقف يمكن طيبة في بعض المواقف بس نحتاج الناس جيدة بس لازم نحميهم يمكن أكيد عشان هذا اللي قاعد يدهورني أنا لازم أحمي أمهما أخير شنو؟ تعرف أنت الأخير مهند في كلمة مهند في كلمة مهند في كلمة حس قلت كل شيء بس أن مرة مبسوط أن أنا قدرت أعيش في المكان اللي من جد أنا عبي دبي the best city in my life من جد رحت لفهت العالم أنا مشهور الحين ما قدرت أتأقلم ولا مكان في الكرة الأرضية ك long term لما أموت إلا في دبي أو سعودية فترات لكن دبي خلاص هي الأساس تعوت عليها بس أنت مهند في كلمة دبي خلاص دبي خلاص دبي خلاص فأنا الآن مهند الحمد الله ما كان يتخيل أنه يقدر يعيش ربع هذه الحياة قبل خمس سنوات فأنا الحمد الله اللي أقدر أشرح فيه مهند إنه إنه سعيد يعمل يعمل وبإذن الله لقى الشخص اللي طلع له من كوكب آخر وقدر يفهم هذا الإنسان اللي عنده تعقيدات كثيرة وغريبة بس مرة الحمد لله اختار كلمة اختار كلمة أنا؟ ليه أنا؟ مهند في كلمة دريمر البروفيل بيكتر حقتي دريمر ما غيرت طول حياتي في اسطقرام يا دريمر أنا دريمر لأنه أنا كنت من إندومي إلا هين زوم أو كده قاعد دل عم سوية فيها يعني الحمد الله كويس الحمد الله يا شكرا 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 مهند إنه مهند إنه مهند إنه مهند إنه مهند إنه مهند شكرا